اكدت مملكة البحرين تمييزها في مجال صناعة المعارض من خلال افتتاح معرض الجواهر العربية 2021 بمشاركة واسعة عكست دور البحرين الريادي في هذا المجال مارض المجوهرات العربية لطل مكان ايقونة بريزة في الشرق الاوسط فهو مارض يتميز بدعم لمحدود وتسهيلات حكومية وتطوير سنوي يواكب المتغيرات ليصل الى ذائقة المتسوقين بمختلف اعمارهم وخلفياتهم وفي هذه السنة استضاف المعرض اكثر من 550 علامة تجارية تقدم افضل وابرز القطع لخلق تجربة مثيرة للزوار معرض الجواهر العربية في البحرين اكيد هو مثل ايقون يعني صار له سنوات وتميز بسمعة جدا حلوة وطيبة مو فقط في البحرين ولكن ايضا حتى في الخليج العربي المعرض يجذب الناس من البحرين ومنطقة الخليج العربي كلها ويعتبر مثل ما قلت من احسن معرض في المنطقة والناس يرقبون فيه وايد لان فيه خليط اللي ما زال المعرض فاته نصف امرة مثل ما يقولون فلازم يشوفون حتى يوم ما بيشتري يشوف يشوف الاشياء الموجودة يشوف الاشياء الغديم اللي ما معرضة الاشياء الحديث اللي تنعرض فهذه فرصة لا الواحد يوسع مداركه كوادر وطنية تطمح الى التميز والابداع تحرص في كل سنة على تقديم الجديد والمتميز في عالم المجوهرات لتكون شهيدة على خبراتهم ودقتهم في تصنيع هذه التحف التي تزين وجهات المحلات نحن نكون حاليسين دايما ان تكون عندنا اشياء جديدة فكالعاد يعني عندنا اشياء جديدة والسنة هذه بعد زيادنا براند جديد او سمينات ذا لينك اللي هو شركة ايطالية وعبارة عن ذهب حيارة 18 والألماص النقي هالسنة حابنا نعرض اول لين جديد الزين تعرضها ويوجه المرتعشة هي 18 كي كوليكشن مستوحى من المرتعشة الترديشنال البحرينية لكن غيرناها بطريقة مور مودل عشان تناسب الأجيال الجديدة وتناسب التينز نجاح المعرض اكده الاقبال الكبير الذي يحقق الاهداف الطموحة للاستراتيجية السياحية الجديدة في اطار خطة التعافي الاقتصادي يميز المعرض هذا السنة ان كان الحضور قوي جدا من اول يوم وهي دليل ان الناس متحطشة الى المعرض مرة ثانية لاحظنا هالسنة ان في اقبال على الذهب البحريني ولا آلة او من جميع العمار الاقبال الكبير هذه السنة من كل المواطنين من الخليجيين ناس وايد من كل الفئات العمرية عند الصغير والكبير كلهم موجودين منذ عام 1992 ومعرض المجوهرات العربية يعتبر اكبر وارقى المعارضة للمجوهرات والوسيط المثالي بين التجار والمشترين وهو تجمع التحف من جميع انحاء العالم مؤكدا تفضيل زواره لمملكة البحرين كوجهة سياحية واستثمارية شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر